مرحبا بك سيد الوزير وشكرا جزيلا على تلبية دعوة فوروما الأولى أولا شكرا كذلك على هذه الدعوة وكذلك تحية إلى كل مستمعين الإذاع الجزائرية نعم سيد أحمد زغدار نهضة اقتصادية لسنة اقتصادية بامتياز هكذا يراد لي أن تكون هذه السنة ما هو مخطط وزارة الصناعة لبعث صناعة حقيقية تحقق فعلا الإقلاع الاقتصادي أولا كما تطلقتي في بداية هذه الحصة الانطلاقة الفعلية أو ما يربي مخطط هذه السنة لسنة 2022 تدخل في إطار توجيهات سيد رئيس الجمهورية التي أكد عليها فيما يخص الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي كما تعلمين في هذا الإطار بدرت وزارة الصناعة من خلال هذه التوصيات والمخرجات التي جاءت من طرف هذه الندوة على أساس أن تكون مخطط عملي استعجالي في بعض الشعب أو في بعض المجالات وكما تعلمين أننا سوف نقوم بإبراز تلك التوصيات على أساس ورقة الطريق لإقطاع الصناعة وبالفعل نحن بدأنا من حيث المنظومة القانونية التي تتطلب كذلك إعادة النظر فيها من قانون الاستثمار من قانون العقار الصناعي وكذلك مرافقة كل المستثمرين وكما تلاحظين أننا عندما أزدى سيد رئيس الجمهورية توجيهاته على أساس أن تكون سنة 2022 رفع مساهمة قطاع الصناعة إلى أعلى نسبة فيما يخص ناتج الداخلي الخام الذي نعيشه اليوم بين الخمسة إلى الستة في سنة 2021 اليوم طلب مننا أن تكون هذه النسبة بين عشرة إلى خمستاش وهنا نظن تحدي إلى كل القطاعات قطاع كان قطاع عمومي أو قطاع خاص من أجل الوصول إلى هذه النسبة ونظن فيه إمكانيات فيه قدرات لأن القدرات موجودة قدرات الحمد لله كما تعرفين هذه الحركية التي بدأت بعد إعطاء المعالجة للعلاقيل التي كان يتخبط فيها المستثمرين أو المشاريع التي كانت موجودة في الميدان ولكن غير مجسدة فبدأنا هذه العمل مع كل أطراف القطاعات المعنية هذا مخطط شامل أكيد أن ندوة الإنعاج كما تحدثت من سيد الوزير شخصت وضعية الصناعة واحتياجاتها وما هو مطلوب من قطاع الصناع كيف ذبطتم خطة التنفيذ وتكريس ندوة الإنعاج حتى تكون حقيقة على أرض الواقع؟ بالفعل بعد خطاب سيد رئيس الجمهورية والذي كان أكثر دقة وأكثر صراحة ماذا كان يجري من معاملات وما كانت تجري من بيروقراطية إدارية في بعض المشاريع كما تعلمين قمنا بعمل التجر لبعض المشاريع التي رأيناها بالتنسيق مع السادة الولاد مع وزارة الداخلية أحصينا أكثر من 402 مشروع تقريبا مكتمل ولكن لم ينطلق للاستغلال زيد على ذلك كانت هناك أكثر من 1500 مشروع استثماري موجود على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار لوند كانت معطلة لأسباب تسخيرات قانونية إذن من هذه المنطلقة وكما أكد عليه سيد رئيس الجمهورية في حالة إعطاء فرصة ورفع العراقيل التي كانت موجودة سوف نصل إلى عملي التوظيف أكثر من 75 ألف منصب شغل والحمد لله بدأنا في العملية وذلك بتوجيه السيد وزي الأول بإنشاء اللجنة الوطنية والتي تتكون من تسع قطاعات وقطاع الصناعة هو يترأس هذه اللجنة وتعرأس هذه اللجنة الوطنية بالتنسيق مع اللجنة المحلية والتي يترأسها السادة الولايات وتتمثل كذلك بنفس القطاعات المعنية قمنا بعمية جرد وكذلك بالدخول كذلك تعرفي للمستوى الرفيع بعد دخول سيد وسيط الجمهورية معناها أن سيد رئيس الجمهورية أعطى أكثر اهتماما أولا كما قال سيد رئيس الجمهورية من أجل محاربة تلك الأساليب اللا أخلاقية التي كانت تمارس في السابق والحمد لله بدأنا نحسد تلك الثمارات تلك المجهود في فطرة زمنية قصيرة جدا على ذكرى تحقيق هذه الثمار بسرعة بدأتم هذا الإنعاش أو مخطط النهوض بعشرات المؤسسات الاقتصادية العمومية يعني مصنع سيد الوزير كانت رائدة إذا تحدثنا عن مصنع الحديث والحجار أو تحدثنا عن مصنع إنيام وغيرها من المصانع يعني ما الذي تحتاجه هذه المصانع خاصة بالنسبة للهندسة المالية بالفعل كانت أول زيارة لي كانت للحجار بعد توليه لمنصب وزير الصناعة وبالفعل لأن مصنع الحجار تعريفة لأنه كان عنده بعد إفريقي بعد كل صناعة متوقفة على الحديث لأنه هو يزود كل المصانع التي تقوم بعمل الصناعة التحويلية أو الصناعة الكهربائية إذن كان رائد في السابق ولكن كما تعلمين الأسليب السابقة والشراكة التي تمت في السابق كانت مؤثرة على مركب الحجار ولكن الحمد لله بدأنا بزيارة وكذلك عملية مراجعة وكذلك معرفة ما هي الطرق والأسليب من أجل بعد عملية إحصاء لأننا قمنا بعملية إحصاء أكثر من 51 مؤسسة تقريبا متوقفة وكذلك حوالي 30 مؤسسة تعرف بين 30 إلى 40 مشاكل مالية صعبة ظروف صعبة نوعا ما ولكن من المؤسسة المتوقفة لا نقول الحجار المتوقف وإنما الحجار يتطلب إلى هندسة مالية لأن لم تبقى تلك السياسة أن نحتمد على خزينة الدولة حال الوقت أن نحتمد على قدراتنا الداخلية كما تعلمين أن الحجار له عدة وحدات وهناك وحدات تقوم بعمل حتى التصدير فيه وشفت الحجار كذلك رحضنا الحجار حتى المساهمة التاع وحتى في الجانب الصحي وفي إنتاج الأكسجين نفس الشيء فيما يخص إنتاج المال اليوم الحديد يعرف صراحة المواد الأولية تعرف ارتفاع جنوني تقريبا في الأسواق العلمية ولكن عرف التراجع نحن نسعى أولا لإعادة هيكلة الحجار إن شاء الله هناك مشروع على مستوى مجلس المساهمة سوف نقدمه سيد وزير الأول من أجل المصادقة على هذه الخطط التحريق يدخل في المحافظة على هذا الإرث الهام والأساسي لأن لا يمكن أن نحتمد على سياسة الاستيراد اليوم الحمد لله في هذه المواد رنى من الرواد في الإنتاج اليوم الحجار عنده شراكة مع أكوياس مع الشركة القطرية اللي يصرب الحديد والمشروع ناجح موجود في ججل كذلك عندنا ثاني شريك أجنبي في توسيالي في وراء الإصباح يصدر تلك المادة إلى الولايات المتحدة وصبحنا رائدين واللي يعطى كذلك حافز لإصبح ميزان تجاري موجب أول مرة في التاريخ تنصل إلى صادرات حوالي أكثر من خمسة ملايير هذا هو التحدي وسيد رئيس الجمهورية في الند والإنعاش طلبنا لما لا أن نصل إلى سبعة ملايير كل الإمكانية هناك قطاع سوف نسعى أن نرافق نرافق القطاع العمومي والقطاع الخاص لأن القطاع العمومي بالفعل لكن القطاع الخاص يمثل هو الأساسي ولا فرق ويمثل هو الأساس في عمل التوضيح 80% ولكن القاعدة حركية الطلب العمومي هي مرتبطة بالقطاع العمومي نسعى إلى إعطاء وكذلك ومرافقة وفق جوانب وفق دراسة موضوعية اقتصادية وذات ثاني جودة لأن اليوم حتى البنوك البنوك صبحت معاملة تجارية لم نصل إلى المعاملة السابقة التي كنا نتكلم علىها في عامية تمويل خازينة الدولة حال الوقت أن نحتمد على قروض ولكن وفق خطة بزنس بلو مدروسة لنتائج متوسطة وطويلة الأجل ثم البنك له الحرية في التمويل هذا ما نسعى له وفي نفس الوقت هناك مرافقة وهناك عمل تشاركي ما بين القطاعات نسعى أن تكون تلك الحركية ما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص وفي نفس الوقت من القطاع المجمعات كذلك من أجل النهوض بشعبة أو من الشعب التي نسعى أن تكون رائدة إن شاء الله يعني على ذكر هذه الشعب التي تبحثون فيها خاصة ولقاءاتكم المتعددة مع المتعامل الاقتصادي سواء عام أو خاص أكيد أنكم ترفعون تقارير للحكومة بمدى تقدم المشاريع المعطلة والتي ممكن يعني بعثها وتكون ذات مردودية يعني ماذا تم إنجازه لحد الآن في جانب إنقاذ المؤسسات المتعثرة المؤسسات المتعثرة لازم نفرق المتعثرة هناك المشاريع التي كانت معرقلة والقياد قطاعات الخاصة موجودة في كل ولاية وهناك المؤسسات العمومية التي كانت متعثرة ونحن نقوم بإنعاشها من جديد وسوف أذكر على سبيل المثال المؤسسات بوشقوف التي كانت موجودة في قلمة تعرف فيها مؤسسات التي كانت تنتج الخمائر واليوم نصبحنا مستوردين لتلك الخمائر كنا وتكلف خزيرة الدولة أكثر من 160 مليون دولار اليوم رحنا قمنا بزيارة ميدانية لتلك الوحدة ولكن شفنا الجانب البيئي كانت مساعمة سيد وزير البيئة معي في هذه الزيارة لاحظنا غير ممكن مزاولة تلك النشاط لأن العمران السكاني أثر على تلك الوحدة التقارب مما يؤثر على الساكنة إذن ارتعينا تحويل تلك النشاط إلى نشاط آخر والحمد لله المشروع يتقدم لإنتاج المواد سيديبات العجائن وغيرنا النشاط الخمائر إلى وحدة بيوهران والمشروع كذلك راح ثاني راح في الدراسة وكذلك مرافقة بنكية من أجل إن شاء الله نصل إلى هذه الانتاج نفس الشيء بالنسبة أفريكا فير المؤسسة رائدة في الإنتاج الزجاجات من أنواعي حتى الزجاجات السيارات وهو كذلك التعامل مع المؤسسة العسكرية في نوعية الزجاج كانت كذلك متوقفة قمنا كذلك بمرافقتها نفس الشيء بالنسبة لإنيام تلك المؤسسة الرائدة فيها عدة وحدات تعطينا التعليمات في هذا المجال على أساس انتلاقة فعلية للنشاطات ونحن نسعى كذلك حتى المؤسسات التي اتخذت العدالة قرارات من أجل استرجاعها والحمد لله قمنا بإنعاشها من جديد على سبيل المثال مؤسسة المحروشة زيت الصافية الشيء المؤسسة كانت متوقفة أكثر من سنتين ونصف اليوم الحمد لله تصبح تنتج والحمد لله دخلت في الإنتاجية كذلك مؤسسة في جيجل نيوتريس التي أصبح تحمل اسم جديد كوتامة ثاني هذه المؤسسة التي سوف عند دخول الإنتاج سوف يكون عندنا الاكتفاء الذاتي لهذه المادة وسوف نصدر تلك المواد الفائض من الإنتاج اليوم بالدرجة الأولى هو تحدي أمر غذائي نسعى أن تكون كل المواد الأساسية للمستهلك الجزائري بأسعارها الحقيقية المنتجة وفي نفس الوقت نحاول كذلك أن نلبي كل احتياجات المناطق الجنوبية أو الشمالية يعني كيف تتوفقون في التوفيق بين المصانع هذه في الشمال أو في الجنوب يعني ومدمت سيد الوزير تحدثت أنه قضية الأمن الغذائي ما هي مخطط الوزارة في بعض الصناعة التحويلية الغذائية خاصة؟ نجيك للشق الثاني لأن اليوم نتكلم كذلك على المؤسسات والمشاريع التي كانت متوقفة وحصيناها هناك كنا أربعة واثنين مؤسسة متوقفة لأسباب بيروقراطية إدارية اليوم العدد أصبح إلى أكثر من ثمينمائة وربعة وستين مؤسسة أحصيناها وقدمنا التلخيص لأكثر من خمسمائة وثلاثة مؤسسة تلخيص استثنائية لأن كما تعلمين هذه المؤسسات كانت لها عراقيل إما عراقيل مرتبطة عدم مطابقة عدم حصولها على رخصة البناء أو تلخيص مرتبطة عمية الربط بين الربط فيما يخص الكهرباء الغاز المواد المياه أو عندها علاقات مع البيئة أو تلخيص بالمصانع الصيدلانية أو الصناعة من بينها تلك المشاريع وأكثر المشاريع التي رفع العراقيل هي المشاريع التي تدخل في الصناعة الغذائية لأن هناك استثمارات كبيرة جدا في هذا المجال وحصيناها تأتي بالدرجة الأولى ويمكن إعطاء بعض الأرقام المعلومات على تلك الاستثمارات التي وصلنا لنطيق رقم آخر في إحصاء 26 جنفي تتعلق بنشاط الصناعة الغذائية وصلنا إلى 302 مشروع هذه المشاريع الموجودة تأتي الصناعة الحديدة والصناعة الميكانيك والإلكترونيك 112 مشروع ثم تأتي الصناعة البلاستيكية والكيميائية 107 مشروع والخدمات للسيرفيس 105 المواد البيئة 78 السياحة الصناعة الخاشب معنا هذه ميموث المجموعة 864 مشروع الذي كان يعرف عراقيل اليوم قمنا بمعالجة تحاولي 503 والمشاريع التي دخلت فعلاً في مرحلة الإنتاج فعلاً لأن هنا رسالة موجهة إلى كل المصطف ميرين توجيهات سيد رئيس الجمهورية تحققت في الميدان بإصداء للسادة كل القطاعات المعنية لكل الوزرات بالإسراء برفع عادي العراقيل وكذلك تنسيق مع السادة الولاد قمنا برفع عادي العراقيل حان الوقت لأصحاب المشاريع من أجل الانتلاق الفعلية للإنتاج استغلال اليوم نلاحظ من هذه خطأنا 503 مشروع حوالي 364 التي انطلقت فعلياً وأنا كانت لدي زيارة في الميدان مع السيد الوسيط الجمهورية كذلك لإعطاء تلك الحركية والمتابعة الميدانية لتلك المشاريع ومما كان له إيجاباً بخلق مناصب شغل أكثر من 23 تقريباً حوالي 24 ألف منصب شغل دائم هذا شيء في فطرة وجيزة في فطرة وجيزة ولكن احنا نسعى إلى تحقيق 75 ألف بمرافقة كل كل تلك المشاريع وهذا ما لاحظناه في زيارة الأخيرة في تيارتس قدمناه الترخيص منه قام بتوظيف حوالي 17 مهندس وقام بتكوينهم احنا نفس الشيء لازم تكون مبادرة من أهل هذه أصحاب المشاريع من أجل أولاً اقتناء تلك المعدات لأنه كان يشكي اقتناء للترخيص البناء موجودة ولكن يبقى على المستثمر الإسراء في تجهيز ذلك المصنع في نفس الوقت كذلك التسريح في عملية الربط في الكهرباء والغاز البارح فقط كانت لنا اجتماع مع سيد وسيط الجمهورية وزير الطاقة وكذلك المدير العام لشركة سونة الغاز من الرجل الرفع العرقيل وشفنا العدد لهذه المنطلبات ولكن الإشكالية مطروحة أن أصحاب المشاريع لم يأتوا إلى دفع المستحقات تلك المستحقات 20% فقط أنا رسالتي من هنا من هذا المنبر لابد من أهل المشاريع أصحاب المشاريع التقرب التقرب من مصالح سونة الغاز أو حتى لديو من أجل دفع المستحقات المرتبطة وتزويد لا ننتظر الدولة فقط في عملية الربط فقط وإنما فيه جانب من المستثمر نعم السيد وزير تحدثت عن جمنا من العرقيل ربما هيش عرقيل يعني تعيق الحركية الاقتصادية بتقدر ما هي عرقيل ثانوية يعني وتحدثت على دور وسيط الجمهورية يعني وساطة الجمهورية ما هي الإضافة التي أضافتها حتى يعني تساهل مهمة وزارة الصناعة في رفع العرقيل عن الاستثمار وعن الشركات هذه والله شوفي الوسيط الجمهورية كان نقطة وصل ما بين قطاع الصناعة وكل القطاعات لأننا ترأس هذه اللجنة الوطنية وفي نفس الوقت على المستوى المحلي السادة الولاد أعطى حركية لماذا؟ لأنه كما تعلمين في كل ولاية كان هناك منذوب والإشكالية المستثمر في بعض أحيانا التقرب للإدارة ممارسات السابقة والتخوف من الإدارة كان باللعب ولكن وجود الوسيط الجمهورية على مستوى تلك الولاية أعطلوا تلك الفقة لشرح إشكالية المرتبطة بالمشروع الاقتصادي أو المرتبطة بالإشكالية الإدارية فيما يخص الوثائق أعطى تلك الحركية وكل العرائض التي تقدم لمستوى وسيد وسيد الجمهورية توجه إما على مستوى اللجنة المحلية أو اللجنة الوطنية ونقوم بعمل دراستها والإجابة عليها والحمد لله أعطى تلك الحركية صراحة لأن وسيد الجمهورية مرتبط مباشرة مع سيد الرئيس الجمهورية وهو كذلك معني بتقديم حصيلة في كل اجتماع لمجلس الوزراء فيما يخص تقدم من رفع تلك العرائض والحمد لله أنا قلت لك في مدة من الندوة من أربعة من خطاب السيد الرئيس الجمهورية الذي شرفنا بهذا اللقاء والافتتاح إلى غاية اليوم أرفعنا وقمنا بتوظيف أكثر من 24 ألف منصب شغل لا نجده في أي دولة صدقيني خاصة في الظروف الصحية التي نعيش ويعيشها العالم وفي هذا الركود الاقتصادي العالمي اليوم لن نتكلم نكون جنا في حركية عادية أن نقولك تكون حركية أكثر أكثر ولكن اليوم هو تحدي بالنسبة لنا تحدي كقطاع تحدي كدولة في هذه الظروف التي يعيشها العالم وتعيشها الجزائر نحن الثاني عندنا مؤثرات لا نعرف باللي المناخ العالمي المناخ العالمي والأزمة وأزمة عالمية وليست أزمة أزمة عالمية أفرحها على المدخلات لأن قطع الصناعة هناك مدخلات من الخارج مدخلات من مواد أولية أو مواد نص مصنعة وكما تعلمين أن الأسعار ارتفعت واليوم حان اليوم سيد رئيس الجمهورية طلب من كل القطاعات من أجل التنويع الاقتصادي كصناعة كسياحة كفلاحة هذا هو التحدي والحمد لله هناك عامل تشاركي قائم تحت قيادة سيد الوزير الأول والتنسيق في تلك الحركية الموجودة بين كل القطاعات يعني والتحدي هذا سيد الوزير مرهون وكأولوية بمراجعة المنظومة القانونية حتى تتماشى مع توصيات ندوة العاش الصناعي كيف ستكون هذه المراجعة وطبيعة قانون الاستثمار الجديد والتسهيلات التي سيأتي بها من أجل جاذبية أكبر لمناخ الأعمال بالفعل قانون الاستثمار أولا كانت عدة لقاءات مع مستثمرين كانت لقاءات كانت مع منظمات مهنية في هذا الإطار ثم جاءت الندوة الوطني لإعاش الصناعي حتى مخرجات تلك الندوة كانت تنص على أساس مراجعة القانون قانون الاستثمار بالفعل قانون ستار سفر تسعة في أوت 2016 جاء بترسانة من القواني وفي نفس الوقت جاء بمراسيم تنظيمية ولكن تلك المراسيم لم تظهر إلى الوجود مما عطل تلك المشاريع وتلك المتابع في نفس الوقت المستثمرين خاصة الأجانب من أجل استقطاب الشركات الكبرى لأن هناك منافسة على مستوى المنطقة فيما يخص استقطاب المستثمرين الذين لهم سوف يعطون قيمة مضافة ما هو موجود وغير موجود لأننا نبحث عن صناعات غير موجودة نبحث عن تطوير من أجل الوصول إلى أمن غذائي وأمن طاقوي لأن هذا هو الهدف الذي نسعى ماهر في تحقيقه نسعى إلى أن تكون منظومة قانونية ثابتة غير متغيرة ما كان في السابق كانت هناك قوانين ولكن يأتي قانون مالية تتغير مما أثر في هذه المنظومة في استقرار المنظومة القانونية بحذ ذات في نفس الوقت المنظور الجديد لتعريف الاستثمار تغير الاستثمار المادي لم يصبح هو الأساس أصبحت الاستثمارات الغير المادية لأن اليوم نتكلم عن التكنولوجيا نتكلم عن ابتكارات نتكلم عن براعة الاختراع إذن حان الوقت أن نغير كذلك المنظومة القانونية نتكلم كذلك عن استثمارات أن تكون توازنات منطقية اليوم كذلك قانون استثمار حان الوقت أن نبرز المناطق فيه تشبع في المناطق الشمالية حان الوقت لتنمية مناطق الهضاب العليا مناطق الجنوب الجنوب الكبير نفس الشيء في المنظومة القانونية نريد كذلك أن تكون جاذبة والحمد والحمد لله باللقاء الأخير سيد الرئيس الجمهورية مع الصفراء وتأكيده أن يكون السفير كذلك له دور مهم وفي هذا الإطار سيد الرئيس الجمهورية أعطى يعاد النظر للوكالة الوطنية والذهاب إلى الشباك الوحيد في السابق كما تعلمين أن كان تدخل المجلس الوطني للاستثمار يتدخل في كل صغيرة وكبيرة مما أثر على دور الوكال الوطني للاستثمار اليوم حان الوقت للشباك الوطني وتعليمات سيد الرئيس الجمهورية أن يكون هو الفاصل فيما يخص الاستثمارات ونحن نسعى في هذا القانون أن تكون هناك وثيقة لتقييم كل استثمار حسب المرضوذية الاقتصادية وحسب نوعية الاستثمار وحسب الزمان تحت الاستثمار كما تلاحظين هناك استثمارات تحدد على الفطرة الزمانية ثلاث سنوات ولكن لا تتحقق إلا بعد 15 سنة اليوم القانون سيحددها هذه الفطرة وكذلك حتى التحفيزات تمشي في هذا الإطار وفي نفس الوقت نحن طالبين بتوفير العقار الصناعي يعني ذكر العقار الصناعي أمام هذا الركود الصناعي المسجل في السنوات الأخيرة يعني هذا العقار الصناعي يبقى هو سيد الإشكاليات يعني يفترض سيد الوزير إحساء دقيق للعقار الصناعي وغير المستغل نظن كان هذا أول ثاني في اللقاءات الأولى مع سيد رئيس الجمهورية بإعطاء كذلك توجيهات في عميلة عميلة جرد جرد لكل العقار العقار الموجود والغير المستغل واحتقادي سيد وزير الأول عندما قال في خطة عمل الحكومة على مستوى المجلل الشعب الوطني الاستثمار العقار لمن يستثمر فقمنا بعميلة جرد كما تعلمين على مستوى دائرتنا الوزارية هناك تقريبا 743 منطقة النشاط ومنطقة صناعية 65 منطقة صناعية نقوم بمراقبتها وتسيرها وفي نفس الوقت بدأنا عملية استرجاع العقار الغير المستغل وصلنا إلى غاية اليوم إحصائيات عندها حوالي شهر ولكن نحن رأينا نجددها في كل ثلاث أشهر وصلنا إلى استرجاع أكثر من 1200 قطعة ما يقارب حوالي 400 هكتار والعملية متواصلة في عملية الاسترجاع وسوف ننشأ هذه الوكالة العقارية الذي سوف يكون لها كذلك دور مهم وهو عدم الاحتماد على الممارسة السابقة سوف تكون بعيدة عن الإدارة بعيدة عن الإدارة ولكن كان ممثلين ولكن لها كل الصلاحيات في الترابط مع الشباك الوحيد في أولا في معالجة ملف المستثمر وفي نفس الوقت إعطاء لأن العقار يعتبر من الأشياء النادرة وهو كذلك يطلب كذلك دراسة عقلانية ودراسة اقتصادية لهذا الأساس نسعى أن يكون المشروع وفق محالجة اقتصادية ووفق مرضودية اقتصادية وفي أولويات كل شعبة إلى شعبة نحاول تطوير شعبة على شعبة اليوم لدينا عدة شعب بالفعل شعب معروفة الحمد لله كما تكلمت على شعبة التي نسعى إلى تطويرها وهي مهمة لأن فيه ترابط وصيص صناعة التحويلية لأن المجال الوفرة الغذائية في بعض الحيان لا نجد كيف يمكن الاستثمار ونسعى في توجيه المستثميرين في هذا المجال خاصة في المناطق الصحراوية مثل بالسكرة مثل الواتسوف مثل الأدرار إلى صناعة تحويلية بامتياز إن شاء الله يعني عدى العراقي سيد الوزير يعني ما يحتاجه المستثمرون هو دعم يعني من نوع آخر الدعم الذي تقديمه وزارة الصناعة للمستثمر لا 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 الدعم الدعم هو مستمر بالفعل ممكن كانت بعض الممارسات السابقة سوف نحاربها وذلك بالتكنولوجيا ببوابة رقمية مباشرة تتعامل تتفاعل مباشرة مع المستثمر لدينا بوابة استثماري وهناك فريق كامل يقوم بإعادة نظر في تلك المنظومة لتحيين كل المعلومات وكذلك إعطاء ومعالجة العرائض فيما يخص المستثمرين في أقرب الأجال أنا نظن الشباك الوحيد سوف يكون لها تدور ولكن في نفس الوقت هو موجود على مستوى الجهوي وكذلك المستوى المحلي وفي نفس الوقت بمقاربة الجديدة التي نسعى إليها أن تكون لك كل المعطيات موجودة على مستوى مركزي من أجل توزيع توزيع عادل فيما يخصها تلك الاستثمارات التي سوف تكون وكذلك إبراز القدرات الجزائرية من منطقة إلى منطقة أولا نسعى أولا المستثمر الإشكالية الموجودة في عملية تهيئة المناطق هذه الصناعية التي تعرفت صراحة تأخير تتعرف الظروف المالية ممكن في بعض الحيان تأثرنا بعد تراجع السعار البتروني لنحتمد على البترون في نفس الوقت هناك بعض المناطق التي قمنا بتهيئتها ولكن هناك بعض المناطق على عاتق بعض الولاد لم ننتهي بتهيئتها نسعى إلى تهيئتها في أقرب الأجل إن شاء الله بالنسبة لتسوية مشاكل المناطق الصناعية سيد الوزير وتنظيم استغلالها وإعادة النظر في طرق التسيير يعني ما الذي يجب فعله في هذا المجال أنا نظن بهالقانون الجديد والوكالة الوطنية سوف يكون لها دور على الوكالة العقارية العقار الصناعي سوف يكون لها كل الصلاحيات في عملية أولا التوزيع في عملية التسيير لأن في السبق كما تعلمين كانت هناك الوكالة لنيراف التي تقوم بعمية تهيئة وكانت ما يعرف بشركة ديفانديوس هي التي تقوم بعمية تسيير اليوم في هذا المشروع الجديد هي عامية دمج ما بين هذه المؤسستين ويصبح تصبح مؤسسة واحدة فقط نقوم أولا بمعالجة وتهيئة وكذلك مرافقة للسثمار وكذلك تسهيل كل الإمكانيات على مستوى تلك الوحدات التي تشرف عليها تلك الوكالة خاصة في المناطق الصناعية وأنتم أيضا سيدة وزير كنتم تتحدث تتحدثت عن شيء من الدعم من نوع الآخر يعني ربما مراجعة شاملة للمط حوكمة المؤسسات الصناعية يعني الآن مطلوب قيادة استراتيجية حتى أن رئيس الجمهورية كان تحدث عن مواصفة خاصة في قيادة مجلس الإدارات في المؤسسات الصناعية الاقتصادية بالفعل هذه المقاربة الجديدة وتكلم عليها سيدة رئيس الجمهورية لابد على كل مسير أن يكون هناك عقد نجاعة وعقد نجاعة مرتبط على أساس واقع ومرتبط على أساس نظرة استشرافية على أساس أهداف اليوم تقريبا هذه المؤسسات التي تعرف تلك الحركية أو تعرف تلك النشاط هو يدخل في هذا الإطار إحنا أسدينا أوامر لكل المجمعات بإمضاء ذلك العقد والحمد لله تم إمضاء هذا العقد من طرف المجمعات والمجمعات هي نفس الشيء سوف تقوم بإمضاء على مستوى تلك الوحادات والتابعة لذلك المجمع أولا من أجل تصطير هدف معين لأن اليوم الهدف هو رفع نسبة النمو الداخلي الخام بـ 10% 15% لازم تضافر الجهود لازم يتحقق وفق خطة ذات بعد استراتيجي متوسط المدى قصيرة المدى ومتوسط الأجل إذن طلبنا على أساس أن تكون تلك المبادرة وتحقيق تلك النتائج اليوم تقريبا الوضع الذي تعيش في المؤسسات كما تعلمين وضع خاص لأن جائحة كوفيد أثرت سنة 2020 ليست سنة مرجعية حتى سنة 2021 كذلك لأنه يكون قرب 2019 نشوف فيه تراجع كل المؤسسات حتى المؤسسات المؤسسات الخاصة من المؤسسات اليوم ننشأ مؤسسة تقريبا حتى معطيات عالمية يقول لك نقدر ننشأ ولكن 70% تتعثر تبقى 30% فقط هذه ظاهرة عالمية نعيشها ولكن لابد من مرافقة والمرافقة لا تقتصر فقط على قطاع الصناعة حتى القطاعات الأخرى كنقول قطاعات الأخرى معناه حتى البنوك تتماشى مع تلك المؤسسات عندما تحتاج القروض لابد أن تسهل العملية لابد تكون تلك الحركية نفس الشيء قطاعات أخرى واليوم الحمد لله يقولك فيه تنسيق في هذا الجانب نسعى إلى تحقيقه فيما يخص عقد النجاعة وفي نفس الوقت حتى مجلس الإدارة لأنه مجلس الإدارة تلي له دور مهم هو الذي يراقب هيئة مراقبة ولكن شفناها أنها مغيبة مغيبة أولا لنقص في بعض الحالات نقص كفاءات ما عندهمش علاقة بهذه حقائق موجودة لهذا قمنا بالتنسيق مع عدة أطراف مؤسسات خاصة مع الجامعات من أجل الحصول على السير ذاتية لبعض الإطارات وبعض الكفاءات وبدأنا بعمل الإدماج على مستوى مجلس الإدارة حتى على مستوى المجلس المجمعات أولا من أجل مقاربة جديدة وفي نفس الوقت كذلك حتى مثل الإدارة هناك ثاني دفتر شروط يقوم بالإمضاء عليه سمناه الدفتر الأبيض فيه كل الصلاحيات وفيه كل الواجبات ويتقيد عليها وفق هذا النمط الجديد ويسوف يكون هناك التقييم نهاية السنة بفعل كانت هناك ممارسات غير غير صحيحة غير اقتصادية مكتش مراقبة ولكن لا بد من الرجوع إلى هذه وشوفنا هناك التجوزات ويكانت تجوزات ومكتش من الفساد إلى غير ذلك ولكن اليوم الحمد لله العدالة تقوم بدورها وبمحاربة هذه الظاهرة ونظن حتى رئيس الجمهورية أكد عليها أعطى المسير لأن حتى المسير كان يطرح إشكالية المبادرة ورفع عن التجريم عن التسهير هذه الأشياء إذن حالة المسير أن يكون نزيه وأن يحقق تلك الأهدف يعني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الأخرى سيد الوزير تواجه صعوبة وتحتاج إلى دعم من المؤسسات الصناعية والاقتصادية الكبرى والدعم هنا لا يعني بضرورة يعني دعم مالي بل فرص عمل وخلق صفقات هذه تطرح في عدة بمعنى حتى سادة الوزراء المعنيين بالقطاع فيه نقاش في هذا الجانب نابد من خلق تلك الحركية وبالفعل نسعى وعطينا التوجيهات أن تكون المعامل حتى القانون القانون السفقات يؤكد على ذلك 20% تعطى الفرصة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكن في الميدان فيه صعوبة ولكن الحمد لله أعطينا توصيات وفيه هناك مرافقة مرافقة في هذه المؤسسات كما تعلمين نحن نشرف على وكرة تطوير هذه المؤسسة الصغيرة والمتوسط والتركة الابتكار من أجل أولا في الإنشاء المتابعة لأن الغاية هي الصعوبة أصعب أصعب شيء هو في البداية لا بد أن تكون هناك مرافقة تأتي مرافقتنا وكذلك بتضافر كل الجهود وحتى وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كان تحدث من هذا المكان تحدث سيد الوزير عن دور وزارة صلاح والحمد لله هناك اتفاقيات رهي مجسدة ميدانيا في بعض المجمعات وشوفنا تلك الحركيات زيد على ذلك حتى الوزير المؤسسة الناشئة كان هناك اختراعات رفقناهم خاصة فيما يخص إنتاج معدات الأكسيجين طلبة من جامعة تبسة أعتقد رفقناهم وعطينا توجيهات لبعض المجمعات مرافقتهم الجريب المادي وحتى توطين المشروع حذرت هناك عدة مشاريع موطنة على مستوى تلك المجمعات واليوم حتى سنسعى حتى على سبيل هناك اتفاقات سوف تنضى إن شاء الله مع وزير المؤسسات الناشئة في هذا الإطار حتى مجمع إيني لأن اليوم الحمد لله عدنا إمكانيات لأن نبحث نبحث نسبة الإدماج لنا المنافسة اليوم اليوم السوق ستعنا مفتوح في ظل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبية مع إفريقيا مع الاتحاد الجامعة العربية إذن هناك منافسة وهناك شرط قانوني لم يبقى الجانب الضرائب الجمهورية من أجل توقيف تلك المواد ولكن اليوم في إطار هذه العولمة إذن حال الوقت أن يكون منتوج منتوج ذات جودة منتوج لازم تحكم في الأسعار التكلفة حتى المؤسسات المطالبة اليوم نتكلم على منتوج ولكن يشوف السعر التكلفة والسعر باعث يجيك منتوج من الخارج بأسعار تنفسية إذن حال المؤسسات كانت عمومية أو خاصة أولا أن تدخل في إطار ما يعرف وفق تلك المعايير تدخل في جانب الجودة وأن يكون المنتوج تحام محمي ليانور كمؤسسات التي تحمي تلك المنتوجات وفي نفس الوقت أن تكون مرافقة من مخابر من أجل المنتوج تحام يقدر يسوق إلى الخارج إن شاء الله يعني نفتحل الآن سيدة الوزير ملف يعني حيوي بالنسبة للمواطن استيراد وتصنيع المركبات يعني قضياتهم الرأي العام بشكل كبير يعني والمسألة خلقت مضاربة في السوق السوداء والسوق الموازية لأن الفساد يعني طال هذه المسألة وهذا ما أوصل إلى ما أوصل له اليوم يرحل يعني مرحلة تصنيع مزيفة وتهريب رؤوس أموال إلى غبالك هل نقترب أو تقتربون من تسوية هذا الملف وكيف والله ستقيني في الملف هذا ملف بالفعل كل مواطن ينتظر من وزارة الصناعة جانب ولكن أنا قلت في عدة مناسبات أن الهدف تعالى وهو صناعة فعلية حقيقية ليست صناعة نفخ العجلات هذا ما نسعى له هذه المقاربة التي نبحث عليها إن شاء الله كما تعلمين هذا الملف تكلمنا عليه في عدة مناسبات وطرحناها والحمد لله في عدة اجتماعات حكومية هناك مقاربة وهناك اتصال مع أكبر المجمعات فيما يخص هذه الصناعة ولكن ظروف صلحية أثرت نوعاً صحيحة وسليمة بشركاء فعليين وهناك اتصالات مع شركات أسيوية ولا أوروبية في هذا المجال وإن شاء الله نسعى وفي نفس الوقت هناك الجانب فيما يخص الاستيراد الاستيراد بالفعل كانت وجهة سيد رئيس الجمهورية بمراجعة دفتر الشروط تعالي استيراد المركبات وقمنا إدراج بعض التعديلات على هذا النص ونظرنا هذا النص موجود إن شاء الله على مستوى الأمنة سوف يصدر عن قريب إن شاء الله فيه بعض الأشياء الجديدة اللي أنا كما تعلمين طاقة الصيارة كانت محددة على N,5 N,6 رفعنا هذا العرقيل وهناك عرقيل أخرى التي رفعت سوف يصدر إن شاء الله على مستوى مصالحنا مستوى الوزارة الصناعة نقوم بالدراسة هذه المشاريع الموجودة الملفات المتعمل اقتصاديين حوالي 73 ملف راح موجود ونحن نحاول أن نسرع في هذه المعالجة ولكن الله غالب في بعض نظوم القانونية أعطيت بعض التحفظات هناك بعض طعون مقدمة حوالي أكثر من 46 طعن مقدمة على مستوى اللجنة تدرسها في بعض نقول أسباب كوفيد أثرت على اللجنة لأن لجنة لجنة الصناعة فقط تتكون معدة قطاعات من الخطأ أن المواطن يفهم أن القضية السيارة هي قضية وزارة الصناعة لا وإنما هي كل قطاعات معلية قطاع التجارة قطاع الطاقة قطاع الداخلية قطاع وزارة المالية هذه اللجنة تتكون من كل هذه القطاعات ولكن منف الحمد لله نتعامل به بحذر لأن أنا أقول لك اليوم حتى سيارات في العالم عرفت ارتفاع جنوني في الأسعار في الأسعار لأن كما تعلمين هذه الشرائح الإلكترونية التي كانت تصنع في الطايوان صبحت من المواد النادرة مما أثّر على الصناعة سيارات في كل العالم أنا كانت عند لقائة معدة صفراء وطرحوا هذه الإشكالية هاي موجودة ولكن إن شاء الله نسعى اليوم الحمد لله كان لقاء آخر لقاء عدنا إمكانيات عدنا إمكانية أن تكون تلك الصناعة في الجزر بإذن الله لنلقاء ونقر الصناعة وحتى الألات لناليوم حتى الانتلاق الانعاشة الاقتصادية ماشي مرتبطة غير على السيارات مرتبطة حتى بسيارة السيارة النفعية بالألات بالمعدات حتى هي تني متوقفة منذ الضمان المناولة والحمد لله هذا الملف يعرف الفرج إن شاء الله بصدور هذا النص إن شاء الله ومعالجة هذه الملفات ولكن احنا لم نمنع هذا لازم المشاهد يعرف لأن اليوم يمش السيارات موجودة 22 21 سنة السيارة لم نمنع أي شخص يستورد سيارته ما كحتى إشكال يبقى بالنسبة المتعاملين أي شخص يستورد بماله الخاص ما وقفناش هذه المغالطات التي كانت موجودة وإنما بالنسبة المتعاملين اقتصاديين هناك ملفات تدرس لأنه يقلت لك حتى هذه الملفات هي موجودة حتى على مستوى اللجنة الوطنية لأنه فيها بعض المشاريع أنجزت في مناطق في ناحية ما يهم المواطن وبهم هو السعر سيد الوزير يعني هل أنت قلت أن وزارة صناعة ستتحمل مسؤوليتها هل يعني بالإضافة إلى وزارة التجارة ووزير التجارة نفسه كان تحدث عن دور وزارة التجارة في التحكم ليس في الأسعار ولكن في هامش الربح هل سيكون هذا نفس الشيء بالنسبة للمتعامل في صناعة السيارات والمركبات بالفعل هذه لابد من مراقبة لابد من تحديد سعر التكلفة سعر التكلفة لابد أن يراقب من طرف أي قطع كان كان قطع الجامارك أو قطع الاستجارة أو قطع الصناعة ثم الهامش الربح هو من صناحية وزير التجارة الذي سوف يحدث من غير المعقول ولكن لنعلم أن هناك ارتفاع جنوني في الأسعار ارتفاع جنوني في الأسعار فيما يخص أسعار النقل خاصة الأسعار النقل التي عرفت ارتفاع حتى المواد الغذائية ارتفعت المواد الأولية للصناعة المدخلات للصناعة ارتفعت وذلك ارتفاع ناجم من ارتفاع تلك الحاويات التي كانت تدفع بأسعار أصبحت تدفعت بخمسة أضعاف نفس الشيء بالنسبة للتأمين وهكذا لازم المواطن يفهم باللي رانا في في حلقة عالمية نتأثر من هذه الجوانب الاقتصادية العالمية ان شاء الله يكون انتعاش عالمي يكون انتعاش يكون طالب عالمي سوف ترفع رجوع يعني هي مرحلة ضرفية هي مرحلة ضرفية لأسباب صحية ولكن لازم تحدي تحدي أنا نعود نأكد والانتعاش الانعاش الاقتصادي والانعاش الاقتصادي والهدف هو أن يكون فيه أمن غذائي وأمن طاقوي ان شاء الله سيد أحمد زغدار وزير الصناعة شكرا جزيلا وزير الصناعة وزير الصناعة ترجمة نانسي قنقر